النهاردة الأهل استأنف تدريباته على طول بدون راحة انتهى من مباراة القمة مبارح عنده على طول يوم الأربع بعد غاد نمشوندس مباراته مع غازل المحلة مباراة مهمة كابتن ساد عبد حفيز المدير الكرة وكابتن سامة ومصان المدير الفني بيجتمعهم باللعبة قبل بداية التدريبات عشان يطوي صفحة القمة وكل الكلام اللي فيها بالإضافة لتدريبات استشفائية لللعبة اللي شاركت فيها وتدريبات بدنية وتأسيمة قوية لبقية اللعبة استعدادا لمباراة المحلة شوف النادي الآلي عندما عاد من نهائي أفريقيا قلنا ينتظر أسبوع شديد الخطورة والصعوبة وقبل هذا الأسبوع تقريبا الفرقة تقريبا يعني كانت بيلا مدير فني وكان ما تبقى من اللعبين بيتمرن بعد أجازة طويلة وعادة معهم جزء من الناقهين يعني أنت عدد الإصابات الأستاذ إبراهيم التي لحقت النادي الأهلي الشهرين اللي فاتوا تعدت 12 لعيب أو 15 لعيب عادة بعضهم ولكن غير مكتمل الشفاء يعني مازال محمود متوالي ما بدرش نحاسبه أنه لعيب مكتمل الشفاء ده بقى له قد إيه مثلا سلية حتى فاتحي عم بفاتحي بيلعب متلصم ديانج الإجهاد العضل اللي عنده ديانج تقيل غياب مؤثر أكرم غياب مؤثر عمار حمدي غياب مؤثر لأن عمار حمدي أيمن أشرف أيمن أشرف يعني نواقص مؤثرة جدا 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 لكن محدش بيتكلم فيها ما هيقولك إذا مالك عنده نواقص أه عنده نواقص ظروفك صعبة وظروفهم صعبة بس إحنا يضاف إلى صعوبتها إنك راجع من إجهاد وأرهاق بتلعب على ضغط مضغوطة هم قطعا واخدين راحة وجهزين لك ومستعدين لك زائد إن عندهم استقرار في الجهاز الفني تحت السيطرة دي قضية كبيرة كمان فلما تيجي تفهم إن عامل المباراة إن ظروف الزمالك أصعب ده تعم إحنا يعني إعلاميا شربناه وأنا قلت لك وكنت عزب إن من الخطورة أنا تصاور هذا الأمر إحنا اللي كانت ظروفنا الحقيقة أشد صعوبة ولكن كمان تصور أن أنت وانت خلينا نقول أن النادي الأهلي بدنيا بقاله شهرين لا يعدي عدد بدني جيد دي مسألة واضحة للعيان وكانت أحد أسباب قلق لجنة القورة وشركة القورة وكابتل القطيب اللي كانوا عايزين ينقشوا مصر المسلمين فيها والتوقفات الكثيرة اللي كان بياخدها فتصوير الأمر وإن إحنا نستسلم فكرة أن يعني أما تيجي الإحصائيات هنشوفها في حيننا في تحليل الماتش يا جماعة لا مش كده إحنا إحنا لازم التحليل يبقى تحليل موضوعي جدا مش بانطباع أن الزمالك عنده نواقص الناس اتكلمت فيها يبقى نتجان نواقص الأهلي أو أن ظروف النادي الأهلي صعبة لا صعبة وظروف الزمالك فيها طبعا صعوبة لكن مين قال أن الزمالك كان لازم ينزل ياخد خمسة وستة روجولنا للفكرة دي لدرجة إحنا وزمالك شربناه إحنا اللي اتنين إحنا مدئين جدا بالتعادل وهم فرحانين جدا بالتعادل نتيجة برضو دخلوا في دماغهم أن التعادل كويس مع أن مين اللي محتاج للفوز أكتر من الثاني الزمالك لا الزمالك كان حيقلص الفارق إلى نقطتين ويبقى نواقص الأهلي لكن الأهلي لو كان فاز كان حيريح نفسه خاضر سيتسع فارق النقاط المفقودة إلى 8 نقاط فيتحسب أنه ممكن لو الكعب الفنوس يستحمل لكن أنت عندك مازال برضو عنصر الموجه المباشر صالح النادي الآلي يعني بكل المقييس جلد الزاد عن حده وأصبحنا بنتعامل مع كورة القدم أنها مصدر للتفاخر والمعايرة مش مصدر للاستمتاع ده كلام مهم جدا لكن زي ما قلت لكم أنه فيه طبعا مناقشة مستفيدة للظروف المباراة والظروف الأجواء بتاعتها وتأثير العناصر وإحصائياتها الحقيقية لأن المباراة اختزلت في 3 دقايق فقط برغم ما فيها من حقائق كثيرة